بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين إذا كان وحده سبحانه وتعالى بدون خلق فكيف سيكون خالقا؟ أليس هذا فيه تعطيل للصفة الخلق؟ نقرأ السؤال من أخي يبدو عليه محب يقول سيدي والله لا أود الإزعاج أزعجون بمثل هذا هذه الأسئلة والشبهات التي تعتري قلوبكم ونحن أعلننا عن رقم الاتصال لكن نرجو المعذرة والكلام الطويل لن نجيب عليه من الآن أقول الكلام الطويل لن نجيب عنه طويل جدا لا أستطيع ليس عندي وقت لهذا ليس عندي فريق عامل واحد أقرالا السؤال يكون قصيرا ومكتوبا حصرا لا أستمعي لأي سؤال يكون تسجيل صوتي وأيضا كل سؤال على حدة لا ترسلي خمسين سؤال معا كل سؤال على حدة هذه شروطنا في الإجابة وسيعلن الرقم معلن هو أصلا وسيعلن في رسالة الترحيب التي ستنشر في الوصف يعني يستطيع كل إنسان أن يتصل أخونا الفاضل أقول أريد المزيد من الإزعاج بهذه الأسئلة حتى ماذا حتى يعلم الناس ماذا يجري يقول السؤال الذي يقلقني كيف نوفق بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء معه وبين صفة الخالق والمصور وهما صفتان أزليتان دون أن نعطل صفة الباري هذه شبهة تيمية بامتياز من أين جاءت؟ ما تاريخ هذه الشبهة؟ وما هو الملف في داخل عقل بن تيمية؟ نذهب إلى رحلة في عقل بن تيمية لنعلم لماذا يقول هذا الكلام لماذا يستشكل هذا الاستشكال أساس القصة ابن تيمية يثبت جهة حقيقية وعلو حقيقي ومكان حقيقي لله سبحانه وتعالى ويثبت صفة استواء حقيقية دائمة أبدية ليس صفة فعل أهل السنة يقول صفة فعل استوى الله تعالى يعني فعل شيء يسمه استوى هو يثبتها صفة ذات فجاءه أهل السنة والجماعة حاصروه من ناحية ماذا؟ الملازمة أن هذا المخلوق يستحيل أن يكون ملازما لصفة لأن الملازم لحادث لا بد أن يكون حادثة إذن صفة الاستواء إما أن تكون قديمة فيلزم منها قدم العرش وإما أن تكون حادثة فليس الصفة لأن الصفات لا تحدث هذه بداية القصة فوضعوه في إيش؟ وضعوه في كما يقال في العامية خانة اليك يعني في الطريق المسدود ماذا فعل؟ تهرب كالزيبق بطريقة تلبيسية على العوام وقال لا لابد أن يكون العرش موجودا دائما قديم قال لا أنا ما أسمي قديم طيب ماذا أسمي؟ قال لا يعني هي حوادث لا أول لها يعني تسلسل طيب التسلسل باطل عقلا باطل عقلا حوادث لا أول لها مستحيل لابد أن تكون بدأت من وقت الصفر لابد في كل ما تراه وفي كل ما تشهده كل إنسان موجود تراه لابد أن ينتهي إلى آدم وآدم خلق بالأمر كن وكل شجرة ورد تراها هي قلم عن قلم لابد أن تصل إلى شجرة أصلية جاءت بالأمر ودجاجة وبيضة لابد أن تصل واحدة منهما خلقت بالأمر خارج دائرة الدوران هذا المستمر فقال بحوادث لا أولها من أجل ماذا؟ من أجل أن تسلم له هو صفة الاستواء القديمة الدائمة الأبدية طيب ألست تتبع كتاب السنة بفقه السلف؟ ألست يابن تيمية تقول لا نقدم عقولنا على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألست يابن تيمية تقول كل فهم للكتاب والسنة لا يعرفه أهل بدر فهو رد؟ هل أهل بدر يعرفون تلك التخليجات العجيبة؟ أبداً هل سمعوا بها؟ لا والله ماذا كان يفهم أهل بدر؟ حينما يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيئا معه ماذا يفهم أدنى إنسان مسلم يفهم شيئا من العربية؟ ماذا فعلت يا ابن تيمية قدمت عقلك على النقل؟ أبطلت حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيئا معه الحديث له أكثر من رواية كلها متعاضدة كان الله ولا شيئا قبله كان الله ولا شيئا معه كان الله ولا شيئا غيره الروايات متعددة أنا ذكرت بعضها لكنها متعاضدة والقاعدة تقول اعمالوا كلا الدليلين أولا من إهمال أحدهما القاعدة تقول متى أمكن الجمع لا يعدل الترجيح لأنك تهدر كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهدرته من أجل ماذا؟ من أجل عقلك حتى تثبت شيئا موهوما في عقلك طيب كان الله ولا شيئا معه ما الواجب عليك؟ أن تصدق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأن تعتقد جازما أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق وأن الله كان ولا شيئا معه سؤالك الآن كيف توفق بين هذا وبين الخالقية الأمر يسير جدا وأن حضرتك فهم أن الخالقية مستفادة من خلق الأشياء لا يا أخي كلمة خالق معناها من شأنه أن يخلق قال يلزم منها التعطي الكيف يلزم منها التعطي قال سيمر زمان الله تعالى بلا هذه الصفة ومن قال لك الله يمر عليه الزمان؟ الزمان هو حركة أفلاك ما في أفلاك إذا ما في زمان إذا الله ليس معطلا هذه واحدة والثانية الآن لو قلت هذا مهندس ها يعني من شأنه أن يهندس هل يشترض أن يكون ابناء حتى يقال عنه مهندس؟ قال لا أنت ستكون معطلا من صفة الهندسة لا صفة الهندسة باقي له وإن لم يبني بناء واحدا فالمخلوق ليس سبب تسمية الخالق لا الخالقية معناها صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى لها تعلق صلوح قديم وتعلق تنجيز حادث التعلق الصلوح القديم أزلا من شأنه أن يخلق التنجيز الحادث حينما قال كن لأول مخلوق إذن هناك مغالطة كبيرة لدى الشيخ بن تيمية ويتبعه الوهابية مع الأسف يقلدون كلامه كلبا بغاء دون تحرير ولا فهم ولا تدقيق ولا تمحيص نسأل الله لهم الهداية وأخذ عوانا الحمد لله رب العالمين